بينما وصل لقاح فيروس كوفيد 19 الى مختلف دول العالم لانقاذ ما يمكن انقاذه من هذه الجائحة الا ان بقعة تعج بفيروسات ميليشياوية اكثر فتكا منعت وصول اللقاح للمواطنين والاطباء والفئات المعرضة لخطر كورونا ميليشيا الحوث الارهابية منعت ادخال اللقاح للمواطنين للمتاجرة بمعاناتهم كالعادة وكان المغتربون والمسافرون هم الاكثر تضررا من هذا الاجراء التعسفي من قبل الميليشيات حيث اصبحت وثيقة اخذ اللقاح شرطا للسفر الى عدد من الدول منع الميليشيات دخول اللقاح الى مناطق سيطرتها شكل عبءا مضاعفا وازدحاما كبيرا على المراكز الصحية في المحافظات المحررة خصوصا محافظة مأرب الواقعة في طريق المسافرين الى المملكة الامر الذي ادى الى ضغط متزايد على هذه المرافق الصحية كما ان الازدحام الكبير ادى الى نفادي حصة مأرب من اللقاح خلال ايام معددة فيما ينتظر البقية وصول كمية اخرى من اللقاح ليتمكنوا من اخذه بعد توجيهات من وزارة الصحة بتعزيز مأرب بكمية اضافية ما يعني مزيدا من الانتظار والمعاناة ما كانت لتكون لولا تعمد ميليشيا الحوث المتاجرة بأوجاع اليمنيين والامهم